أهلا بكم تشعل أزمة تايوان المشهد الاقتصادي والسياسي والأمني عالمياً وتضع بكينا نفسها في مواجهة واشنطن عقب ما أحدثته زيارة بلوسي من توترات وبداية النشرة من تطورات الأزمة نتابع إذن أعلن الجيش التايواني أنه رصد محاكاة صينية للهجوم على الجزيرة خلال المناورات التي تجرها بكين في ظل التوتر قالت وزارة الدفاع التايوانية أن عشرين طائرة صينية مقاتلة دخلت منطقة الدفاع الجوي لتايوان كما نفذت أربع عشرة سفينة تابعة للبحرية الصينية دوريات في المناطق المحيطة بالجزيرة وعلى ضوء زيارة بلوسي إلى تايوان والتوتر الذي أحدثته بين واشنطن وبكين كشفت صحيفة بوليتيكو أن مسؤولين عسكريين صينيين رفضوا الرد على مكالمة متعددة من نظرائهم الأمريكيين هذا الأسبوع وكانت الصين قد أعلنت إيقاف بعض الحوارات الرسمية مع القادة العسكريين الأمريكيين وكذلك المحادثات حول السلامة البحرية وخلال زيارته إلى الفلبين أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكين أن تصرفات الصين الأخيرة بشأن تايوان تبتعد عن ممارسة حل القضايا سلميا وتتجه نحو ممارسة الإكراه واستخدام القوة ونحن نحو ممارسة حلق بالترميقية أن نحو أن نحو ممارسة حلقا في حول الإخطاء العسكريين وكذلك السلام على الإخطاء العغم من الاستوارات العديدة لكي لا أصبح من أسوارات العديدة هذا السلام هو ممارسة حدث على سبيعات العديدة وكذلك تكون محاولا قد أكبر تحديد يعود الصراع الصيني التايواني إلى عقود من الزمان خاصة منذ تمسك بكين بمبدأ صين واحدة الذي ترفض بمجمه الاعتراف بسيادة تايبي الصراع بين الصين وتايوان يكمن في حقيقة أن بكين ترى تايوان مقاطعة منشقة سيعاد ضمها إلى البر الصيني في نهاية المطاف فيما يرى الكثير من التايوانيون أن لديهم أمة منفصلة سواء تم إعلان استقلالها رسمياً أم لا بالعودة إلى الوراء زعمت حكومة جمهورية الصين في عهد الشيانك كايشيك التي فرت من البر الرئيسي إلى تايوان عام 1949 في البداية أنها تمثل الصين بأكملها إذ كانت تنوي إعادة احتلالها وقد شغلت تلك الحكومة بالفعل مقعد الصين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واعترافت بها العديد من الدول الغربية باعتبارها الحكومة الصينية الوحيدة لكن عام 1971 حولت الأمم المتحدة الاعتراف الدبلوماسي إلى بكين وتم إجبار حكومة جمهورية الصين على الانسحاب بدأت العلاقة بين الصين وتايوان تتحسن في الثمانينيات وقد طرحت الصين صيغة تعرف باسم دولة واحدة ونظامان تمنح بموجبها إلى تايوان استقلالية كبيرة إذا قبلت إعادة توحيد الصين لكن تايوان رفضت العرض وخففت من القواعد الخاصة بالزيارات والاستثمارات في الصين وفي عام 1991 أعلنت تايوان انتهاء الحرب مع جمهورية الصين الشعبية في البر الرئيسي لكن إصرار بكين على أن حكومة جمهورية الصين التايوانية غير شرعية تسبب في عدم إمكانية عقد الاجتماعات بين الحكومات ومع مرور السنوات وانتخاب رئيسان لتايوان يؤيدان الاستقلال الكامل باتت سياسات الصين من قانون منهضة الانفصال إلى قانون الأمن القومي وعدم الاعتراف بتاتا إلى زيادة تمسك تايبي بحق زيادة أراضيها هذا وأفادت وسائل إعلام صينية بأن شركات الإلكترونيات التايوانية تسعى إلى عزل نفسها عن التوترات مع الصين بعد زيادة بيلوسي حيث نفت شركة بيغاترون وهي شركة لتجميع أجهزة آيفون نفت تعطيل عملياتها في البر الرئيسي للصين بسبب الشحنات القادمة من تايوان في حين تنصلت شركة تصنيع الرقائق يونيتد مايكرو إلكترونيك كورب من تصريحات مؤسسها الذي تعهد بالتبرع لتايبي لتعزيز دفاعاتها ضد الصين وبسبب التدريبات العسكرية التي تنفذها الصين قرب جزيرة تايوان قال مستشارون تايوانيون أن السفن التجارية تفكر ماليا قبل التوجه إلى ميناء كاوشيونغ الأكبر في الجزيرة وأضافت المصادر أن السفن ترسو حاليا خارج الميناء لأن الصين تنفذ تدريباتها على بعد 15 ميلا بحريا من مدخل الميناء وتوقعت المصادر التايوانية أن يستمر رسوه السفن التجارية خارج الميناء بين يومين إلى ثلاثة أيام قادمة رغم أن إدارة الميناء تؤكد أنه يعمل بشكل طبيعي حتى الآن على رغم من محدودية حجمها الجغرافي تعد جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم ذاتي قوة اقتصادية بارزة في شرق أسيا بما تتمتع به من نقاط قوة نتابع على صغر حجمها كجزيرة إلا أن صادرات تايوان سجلت في النصف الأول من عام 2022 أكثر من 246 مليار دولار بينما بلغ إجمالي الواردات التايوانية أكثر من 219 مليار دولار خلال الفترة ذاتها ومن المثير للاهتمام أن الصين التي تدعي أن تايوان جزء من أراضيها هي أكبر شركة تجارية لتايبي حتى أن الصادرات إلى البر الرئيسي الصيني بلغت 40% من إجمالي الصادرات التايوانية وتستحوذ المنتجات الإلكترونية على أكثر من نصف تجارة تايوان وتشتهر الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي بأشباه الموصلات بشكل خاص يغلب قطاع الخدمات على الاقتصاد التايواني ويشكل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي فيما يشكل القطاع الصناعي أكثر من 36% من الناتج المحلي الإجمالي بينما تشكل الزراعة أقل من 2% من الاقتصاد التايواني تملك تايوان سادس أكبر احتياطيات للنقد الأجنبي في العالم فاعتبارا من شهر مايو 2022 كان لديها ما يقرب من 548 مليار دولار من النقد الأجنبي ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفينا من لندن عبر سكايب الدكتور صادق ركابي مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية في المركز العالمي لدراسات التنموية ومن القاهرة عبر الأقمار الصناعية الدكتور عماد الأزرق الخبير في الشؤون الأسيوية ورئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث وأبدأ معك دكتور صادق أهلا بكم طبعا في البداية ومنك أبدأ دكتور صادق رغم أن ميناء كاوش يونغ الأكبر في تايوان يعمل إلا أن السفن التجارية تتخوف من الرسو فيه بسبب التوترات في مضيق تايوان كيف سيؤثر ذلك على حركة التجارة في المنطقة إذا ما استمرت الأوضاع كما هي لفترة سيما سوق الرقائق الإلكترونية تحديدا نعم تحيانا لكم بالفعل هذا أمر مقلق الآن للاقتصاد العالمي خاصة وأننا كنا نشهد أزمة الرقائق قبل أن تحدث هذه الأزمة بين الصين وتايوان والآن حدثت وتايوان هي من أكبر مصنعي الرقائق المتطورة يعني ليس فقط الرقائق العادية وإنما الرقائق التي تدخل في الصناعات التكنولوجية الدقيقة فبالتالي هذا سوف يقلق شركات التكنولوجيا ورأينا انعكاس هذا الأمر على أسهم شركات التكنولوجيا في بداية هذه الأزمة حيث تراجعت بعض الشيء في التداولات وأيضا تبرأت الكثير من الشركات الكبرى التي تورد هذه الرقائق من تصريحات مسؤوليها كما تفضلتم في التقرير وعربت شركات أخرى مثل أبل وجي اي عن مخاوفها من أن يتسع نطاق هذه الأزمة في ظل أزمة حالية موجودة أصلا في سوق الرقائق وبالتالي هذا سوف يرفع من أسعار السلع المنتجة سوف يرفع من أسعار شركات التأمين على هذه الرقائق وسوف يؤدي إلى مزيد من حالة ارتفاع التضخم والركود العالمية التي نخشاها جميعا وبالتالي يلقي بثقاله على التجارة العالمية في تباطئها وفي حالة من لا يقين بالنسبة لإستثمارات المستثمرين في سوق التكنولوجيا وتحديدا في سوق الرقائق نعم أنتقل إليك دكتور عماد ما هي الخطوات المتوقعة من بكين الآن للضغط سياسيا على التيارة الانفصالية في جزيرة تايوان ومحاولة تحجيم هذه الأصوات قدر المستطاع حتى تستطيع تنفيذ وتحقيق الصين واحدة كما تقول دائما بالتأكيد هذه الزيارة سببت أزمة كبيرة للقيادة الصينية وتعتبرها تخطن الخطن أحمر رسمته باعتبار أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين وبالتالي الصين أصبحت ملزمة لاتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل مواجهة هذه الزيارة باعتبار حتى تكون عبرة وحتى لا تتقرر مثل هذه الزيارات على هذا المستوى الكبير وحتى تحقق مقولة مبدأ صين واحدة بالتأكيد الخيارات العسكرية تصور أنها مستبعدة بالمرة ولا يمكن تصور إقدام الصين على أي عمل العسكري بالرغم من المنورات العسكرية التي تجريها حاليا في مضيق تايوان وفي محيط جزيرة تايوان وسيناريو الذي تكون بتمثيله من خلال هذه المنورات لحصار جزيرة تايوان عسكريا ولكن أتصور أن الإجراءات التي تمكن أن تقدم على الصين هي إجراءات سياسية واقتصادية من خلال تقرير العلاقات أو تخفيض مستوى المشارات ما بين الصين وطايوان أو الصين والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية في مواجهة طايوان وكذلك في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بالشكل الذي لا يحقق خسائر كبيرة للصين رغم أنها أصبحت القوى الثانية في العالم إلا أنها ما زالت تتعامل بعقلية التاجر بعقلية أنها لا تريد أن تخسر كثيرا وإنما تريد أن تربح دائما وبأرباح كبيرة ودعني أنتقل في هذه النقطة نعم دعني أنتقل من هذه النقطة تحديدا وهي العقوبات الاقتصادية منك دكتور عماد إلى دكتور صادق عقوبات اقتصادية التي طبقتها بالفعل الصين على تايوان هل سلاح العقوبات على تايوان سينجح وسيؤتي أكله يعني إذا نظرتم إلى طبيعة هذه العقوبات تدركون أن الصين بالفعل لا تريد أن تطلق النار على قدميها أولا القطاع الزراعي لا يشكل في الاقتصاد التايواني النسبة الكبيرة 2 إلى 3% والعقوبات الآن تطال القطاع الزراعي والقطاع السيد الأسماك بالإضافة إلى بعض المنتجات الغذائية ولم تذكر الصين شيئا عن مثلا المنتجات المتعلقة بالرقائق أو منتجات التكنولوجيا لأنها تدرك بأن شركاتها تحتاج هذا الأمر والكثير من الشركات التي تعمل لصالح شركات أمريكية تتخذ من الصين مقرا لها ولكنها تستخدم الخدمات التي توردها لها الجزيرة تايوان يعني تستفيد منها لذلك العقوبات باعتقادي هي اختارت قطاعا هامشيا وهي أرادت أن ترسل رسالة قوية سواء كان لتايوان أو سواء كان للجانب الأمريكي بأن هذا التصرف كما ذكر مسؤولون في الخارجية الصينية لن يمر مرور الكرام ولكن سيكون له نتائج صعبة لكن لا تريد الصين كما تفضل الضيف الكريم لا تريد أن تقطع حبال التجارة والاقتصاد مع تايوان لأنها تدرك أن مزيد من الأزمات والتوتر في هذه الجزيرة وفي هذا المضيق سوف يعيق حركة التجارة العالمية ولن يصب في مصلحة الصين نفسها حتى بالنسبة لقطاع الطاقة هناك قرابة مليون برميل من النفط يمر في هذا المضيق ولا تريد الصين أن ترفع من أسعار النفط وبالتالي تكون هي الخاسر في هذا المجال نعم والرسالة التي أرسلتها الصين في بريد كل من يعنيه الأمر هي رسالة صامتة يعني دكتور عماد الصامتة الصين تجاه التواصل مع القادة الأمريكيين رغم إسرار واشنطن وتنبيها أكثر من مرة على ضرورة الحفاظ على قلوات الاتصال هل يبشر بسياسة جديدة تحكم العلاقات بين بكين وواشنطن؟ بالتأكيد الصين تنتاج سياسة معروف بالتعامل مع سياسة تتعامل مع القوى العظمى الصين الآن تتعامل باعتبارها دولة كبيرة ونحن باعتبارها قوى عظمى وبالتالي هي تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية على قدم المساواة وهي تتخذ من الإجراءات التي تتناسب مع السياسة ومع الثقافة الصينية القائمة على عدم الصدام وعلى عدم بدء الصدام وبالتالي الصين تستخدم وسائل ورسائل في حدود ما يمكن أن تتحمله ولا يفسد التوجهات الصينية أو الاستراتيجية الصينية لكيادة العالم في وقت المال مستقبلا وبالتالي الصين خريصة على أن لا يؤثر هذا الصدام على خطواتها ومسيراتها الاقتصادية وأن لا يعرقل مسيراتها الاقتصادية التنموية وعلى توجهاتها نحو أن تكون لاعب في السياسة الدولية وفي العلاقات الدولية بشكل كبير وبالتالي هي تلجأ إلى أدوات وسياسات ورسائل تتوافق مع هذه السياسة لا أتصور أن الصين يمكن أن تقدم على اتخاذ قرارات يمكن أن تؤسي عليها سلبا اقتصاديا أو سياسيا خاصة في ظل التنامية الكبير للاقتصاد الصيني والذي تأثر بشكل كبير بفعل الأزمتين الأخياتين أزمة تفشي فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوقرانية وبالتالي وجود أزمة سالسة أتصور أن الاقتصاد الدولي لا يمكن أن يتحمل مثل هذه الأزمة في حالة نشوب حرب أو صراع ما بين الصين وطيوان أو الصين والولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي الصين حريصة على أن تحافظ على مستوى أدنى من الهدوء وبما لا يدفعها أو بما لا يجرها إلى مناطق هي لا تريد أن تذهب إليها في الصراع أو الصدام مع الولايات المتحدة الأمريكية أو طيوان نعم دعنا ننتقل إلى دكتور صادق ربما يكون الخيار العسكري ليس خيارا مرجحا بالنسبة للجانب الصيني ولكن عصى العقوبات الاقتصادية ظلت الصين تلوح بها وتستخدمها بالفعل وتحدثت في بداية حديثك عن توقعات الركود الاقتصادية العالمية والتضخم الذي يعانيه العالم الآن كيف يمكن أن تؤثر أو هل يمكن أن تلقي هذه الأزمة بين تايبيو وبيكين بظلال سالبة على هذه المسألة تحديدا التضخم وركود الاقتصادي نعم أحسنتم هذه نقطة مهمة الدرس الذي أرادت الصين أن توجهه للولايات المتحدة الأمريكية وتايوان هي أيضا سوف تستفيد منه تحديدا فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وسوق الرقائط الآن يدور نقاش في الصين حول أهمية أن تطور الصين نفسها من ناحية الرقائط التكنولوجية وبالتالي لا تعتمد على تايوان وهذا يذكرنا بما حدث في أزمة أوكرانيا عندما نشأت أزمة الحبوب وعندما نشأت أزمة أيضا الكوفيد وبالتالي هذا الأمر سوف يعيد هيكلة سلاسل الإمداد عالميا الآن كل دولة تفكر في السلع الاستراتيجية التي تفيدها ولا تصدرها وتطورها محليا وهذا سوف يلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي لأنه سوف يمزق أوصال التجارة العالمية سوف يبعد الدول عن التواصل التجاري فيما بينها وسوف يزيد من مخاطر الركود بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم وأيضا سوف يلقي بثقلها على التوترات السياسية بين الدول لذلك كل هذه العوامل إذا الآن اتسعت الهوى بين الدول وتم التركيز على كل دولة تحتفظ بما لديها من مخزونات استراتيجية وسلع وتكنولوجيا وعلوم دون أن تبادلها مع الدول الأخرى هذا سوف ينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي وعلى التجارة العالمية ويزيد من احتمالات أن تمتد فترة الركود أكثر مما نتوقعها نعم دكتور عباد يعني دكتور صادق تحدث عن الأزمات الحالية التي يعانيها العالم والعال أبرزها هو الأزمة والحرب الروسية الأوكرانية كيف من الممكن أن تؤثر الأزمة بين بيكين وواشنطن على موازنات القوة في هذه الحرب وهذه الأزمة بالتأكيد الأزمة القائمة حاليا ما بين واشنطن وبيكين ستكون في حال استمرارها وفي حال تصاعدها ستكون أشد وطأ من الأزمة المنوضة حاليا ما بين روسيا وأوكرانيا ومن خلف الولايات المتحدة الأمريكية أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين باعتبرهم القواتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم وقواتين البشريتين الأكبر أيضا في العالم والعسكريتين الأكبر في العالم مع روسيا وبالتالي هذا الصدام سيكون صدام مدمر اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وبشريا وبالتالي هذا يفسر التفكير الكبير الذي يليه كل الطرفين في التعامل مع الطرف الآخر وكل منهم يتحسس موضع أقدام قبل أن يخطو خطوة نحو هذا الصدام. الصين وطيوان على سبيل المثال يمسيان قدر كبير جدا من الاقتصاد العالمي. الصين تمثل حوالي 18.5 أو 19% من حجم الاقتصاد العالمي. الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 23% من الاقتصاد العالمي. طيوان وحدها تنتج 90% من الاقتصاد العالمي. لانتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه المواصلات. وبالتالي نشوب مثل هذا الصراع يمكن أن يدمر صناعات إلكترونية واقتصادية وتكنولوجية كبيرة. بما فيها صناعات الطائرات والصيارات والهواتف والصناعات التكنولوجية والصناعات والمصانع. في حالة نشوب هذا الصراع وهذا الصدام سيكون اقتصاد مدمر بشكل كبير. نعم شكرا لك دكتور عماد الأزرق من القاهرة. كنت معنا الخبير في شؤون الأسيوية ورئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث. كذلك كل شكرا لك من لندن. كنت معنا دكتور صادق. أركابي مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية في المركز العالمي لدراسات التنموية.